مشاهدين أهلا بكم في مجاز أنباء مصر البلد الحكومة تتدخل لوقف خسائر 53 شركة قطاع أعمال قررت وزارة قطاع الأعمال العام منع صرف أي مكافآت لمجالس إدارات الشركات الخاسرة وكذلك للعاملين بالشركات وكشف مصدر مسؤول بوزارة قطاع الأعمال أن الوزير أصدر تعليمات لرؤساء الشركات القابضة بمنع صرف مكافآت لمجالس وعمال الشركات التابعة في محاولة لإصلاح مصار تلك الشركات وزير الأوقاف يزور شيخ الأزهر ويدعو له بدوام الصحة والعافية استقبل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر اليوم السبت بالمشيخة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف للاطمئنان على صحته بعد رحلة علاجية بفرنسا أجرى خلالها عملية جراحية بالعين الوقائع المصرية تنشر قرارا يخص طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي نشرت الوقائع المصرية في عددها الصادر السبت قرارين لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأول يتعلق بنظام التعليم والمقرارات الدراسية بالصفين الأول والثاني من المرحلة الابتدائية والقرار الثاني خاص بنظام الدراسة والتعليم لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام اتحاد الكرة يحسب موعد الجمعية العمومية المنتظرة يتجه اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنيني لتحديد يوم 30 أكتوبر المقبل موعدا للدعوة لجمعية عمومية عادية وإليكم حالة الطقس نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس غدا الأحد سود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائر للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية في الشبورة الصباحية على مناطق من شمال البلاد مشاهدين انتهت نشرتنا قدمتها لكم مارين بشير شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر